كلمني عن رحمة من يوم ما جت احكيلي رحمة من يوم ما جت قعدت لما أخذل حد ما دخلت المدرسة هي أهم حاجة وبعدين نفكر في نفسنا نخل ربنا رضاني بأحلى رضا طيب انت دلوقتي ربنا رزقت ببنتك الكبيرة سليمة ومعافاة بعديها ربنا رزقت برحمة ومن بعد ما تولدت اكتشفت لها حاجة مختلفة احكيلي على رحلتك وانت بتدور ورا رحمة عندها ايه اللي حصل بالضبط بقى انا نروح أبوريش ونعمل لها تخاطب ونعمل لها الحاجات دي من ساعة مجد اه لحد النهاردة لحد النهاردة راحت المدرسة في المدرسة ما تعرفش تكتب واحد اثنين اه بعد ما انا مش قادري ان انا علمها ثواني كده يا رحمة تعالي 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 اهلا 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 ناتي بوزك رحمة انتي امر يا رحمة تعالي خليكي واقفة معايا جنبي كده وبابا بيتكلم تعالي خليكي معايا جنبي ها كمل السادتو تروحوا بيها للدكاترة فين؟ الدكاترة في كل حتة لفيت بيها كل حتة اه لو انا املك اي شيء سدقيني هبيع الدنيا دي كلها عشان خاطر رحمة دي بيسير دي حاجة دي حاجة هدية من عند رحمة احتيلي بقى احتيلي عن قصتك مع رحمة انت مسامني العربية بتاعتك عيش رحمة اه طب احتيلي بقى على حدوتك مع رحمة مرتبطة بيك ازاي؟ اه مرتبطة رحمة دي ما تقدرش تسيبني ولا في البيت ولا في الشور تمام وراح اوديها المدرسة واجبها من المدرسة ومامتها تروح توديها المدرسة واجبها من المدرسة احنا عايشين معاها بس خدامينها بالزبط كده المهم لما ديتها بيعيش طب انا دلوقتي ما معاييش ان انا اجيب مكان ولا معايا حق رخصة وعايز اعلم البنت دي اعمل ايه؟ عملت ايه؟ عمل بنت لما اخذت تروسيكلي دوة وبدلت ازوق انا وهي هي اول حاجة بتساعدني بتروح تودي للزبون تمام والتروسيكلي ده لما بيكون مليان عيش تقول لي سهلك يا ابا اعرف ان احنا هنروح بادي الله عجب بس هي دي رحمة اه هي دي رحمة بعيدا بقى المدرسة احكيلي بقى انت ورحمة كل يوم الصبح بتعملوا ايه؟ من اول ما بتغعجنوا لحد ما بتجينوا العيش انا بقوم الساعة خمسة الصبح ها بروح لما اخذع اعجن والساعة عشرة بروح تمام افطت الرحمة في الحيثانية حالو افطت الرحمة دي واحد اسمه تامري القوسي افطت الرحمة وروح واخدين بعضنا بعد الضهر ننزل الساعة اتنين بنكون مروحين ساعة ونص بس بروح اودي الاستاذة ملك وفاهم انتقل الزباين وخلاص ليه؟ الرغيف ده قالين اللي يعرفه تمام ده بيروح لناس بيبقى معد كده مش شارع زي ما حضرتك كده بتاخدي لقمة يقول لي الدين الرغيف اقول له خد يروح رانن علي على طول الرغيف ده بكم؟ لا الرغيف الرغيف ده اللي معهوش اقول له خد بالهره وشاهد بس يبيعه بكم؟ الرغيف ده بقول له اصل هو مكلف مكلف اللي معهوش اقول له خد بس طيب رحمة حق النعمة دي اللي معهوش اقول له خد رحمة احكيلي يا رحمة بتنزلي الشغل مع بابا تعملي ايه؟ بده احكيلي ده الاخر الماعدة اندفظة قول لها بن بين بيع اء بابا بيع بتبيعي؟ متبيعي ايه بقى؟ 不多ول لي ايه؟ بتقول لي ايه؟ charge إيه؟ начي القليل أي اه بابا طب قوليلي قوليلي الرغيف بكامل تمانية طيب احتيلي بقى بتعملي ايه مع بابا كل يوم ايه كل يوم ايه كل يوم ايه شغل كل يوم ايه هو هبقى اه 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 بابا اه اه بابا بس اه طب ليه مش بتنزلي مع ماما ماما اه هتروحي اه العيشة ما تخلصين طب ما تديني واحد هتديني اوه الله هتديني الرغيف بعد التصوير